اشتركوا في القناة مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم لا اكون عند حسن صدقون سيدي اتمنى ذلك مجير اتمنى ذلك رئيس كرانون اذهب بنصرف استلم مرصب جديد درامي سيدي افضل هلأ انت ريتو سعيد دوماري تعرفه معين معلوم بعرفه معلوم لكن شلو فقيد له لا بس انت لعم تسأل معلوم بدي كلفك بشغلي قل لي معلوم اعجل 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 بعدين ليش معلوم قل لي انا بخدامتك كفو يا غريب كفو خلاص بعد كم يوم بخبرك شو بدي من لك اراحتك معلوم بس وينا ما بتجيب سير اللي مخلوق اني سألتك عم بدي دوماريان ما توصي حريص مالهين اقول لشغلة السلام عليكم اهلين مستو بسلوناك يا كبير بسلم عليك المختار وبيلاك تروح لعند منه شنو عاوزك ضروري ضروري خير ان شاء الله شوفي مستو يمكن الشغلة بتخص بشير ابنه لغازي افندي رحمة الله عليه رحمة الله عليه مشي عمي مشي سبقني لاحاك مستو موريا كبير كداس برا لا يرضى عليك ناديله بأمر أيونك الله لا يحرمنا نطلع السلام عليكم أهلين مورم عليك الله يرضى عليك أبو خلدون عربين يجايبتوا الطلبية جاهزوها وحملوها وإذا ما عطاك مصاري لا تطلب منه هو بيدفع بعدين أمرك ميسرا الله معكم علي هيك ما حايمشي الحال لازم شوف فوزية اليوم أو بكرة بالكتير ما ضل معي ولا قرش أبو خلدون عربين أنا لازم دبر مصاري اليوم لازم روح لعند قبل رجع وشوفها والله المخلوقة خرطط مشتي تمام التمام وشوفتها بترد الروح وبتشفي العليل بس من وين بتيجيب مصاري؟ آخ موسيقى السلام عليكم موسيقى موسيقى السلام عليكم عليكم السلام أهلين سخار؟ هلين يا أبي؟ غير يا أبي شباب والله وضعك اليومين معاجبني لا يا أبي ما في شي نحمد الله ما في شي ما في شي ما في شي عادي عادي يعني هيك شايفك وكأنك حامل هموم الدنيا كله على رأسك والله يا أبي مزنوع على أرشين ما أفكر يعني إش كان بعلنا شي بيتنا لبيوت اللي عنا شو يا أبي؟ بتبيع بيت من البيوت إيه يا أبي إيه؟ أساساً إحنا اشترينا وتركينا هن هيك لزنها يعني مظبوط كلامك يا أبي بس أنا بعرف أن البيوت غالين عليك غالين كتير يا أبي مبلغ أيه وبكرة إن شاء الله بص الله يفرجها معنا مرجعني يا أبي مرجعها مش تنبيوت شو ورانا يعني يا أبي هلأ إش كان القصة هيك؟ أنا شايل لي شوية مصاري على جنب خدهم يا أبي خدهم أنا ماني بعزتهم لا عاوزوا بالله شو عم تحكي بني؟ شو عم تحكي عاوزوا بالله؟ هلأخذ منه مصاري يا أبي؟ ايشو فيها يا أبي؟ ما هذا كله من خير الله وخيرك يلا عن نزنك وين راح يا أبي؟ راح يحجيب المصاري يلا السلام عليكم أب جميل أب جميل؟ حاكيني هون انت بشو خير كان فينا نقنع غازي أفندي الله يرحمه يطالع جميل من الهبس بس هذا بشير تنه عصر لك لا ينحلب ولا ينجلب معكها أبو جميل معكها أسلتها كلام أنا بكرة برول عنده لبشير أفندي وبحكي معه وإن شاء الله منطلعوا لجميل إن شاء الله يا أبو عمير إن شاء الله يالله أنا لازم أروح لوين أبو جميل بنا نحكي يا سيدي من شوي جاني خبر من أبو الخضور إن الشباب يشتبكين مع دورية فرنساوية وقاتلين منهم كم عنصور ومخلصينهم إسلاح بس في كم شب من عنا فأجروحين ولازم روح داويهم شو الحكي الله محي البطن اللي حملوا هدول الرجال روح ميروح هدول أهم مننا ايو والله يا أبو عمير هدول أهم مني ومن أولادي ولازم روح نداويهم يالله سيدي السلام عليكم عليكم السلام سلمنا عليهم يسال يسال الله معك الله معك الله يهون عليه لأبو جميل الله يهون عليه تعرف أبو حزني أنا عم بخفف علي الأبو جميل بس قلبي مو متضمن بنوب لبشير الفندي سيدي الزلمة لا شفنا منه منيح ولا شفنا عاطل وما منعرف شي عنه ويمكن يطلع أحسن من أبوه وما منعره إن شاء الله عمي إن شاء الله سعي يا أبو عمير أنا عرفت شو لي صاير بينك وبين أبو عزو وبين الحل بينا تكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالنسبة اللي نسبتو ياه الزلمة الحق معه أبو عمير الحق معه هلا صار معه حق شو بنا مختار بدك تحللي مشاكل لبيوت المستورة وتترك لي قصة أبو سعيد الدومري لا لا أبو عمير أنا ما لي نسيان مشكلة الدومري لا مختار الله يخليك مشاكل بيتي ما بدي حدا يدخل فيها بدي إياها تضل جواة بيتي ما بدي إياها تنفضح متل ما بيفضحها أبو عزو يا أبو عمير زلمة ما حكى شي بسألي عن مشكلتك مع بنته هلا قال ولا ما قال هاي المشكلة جواة بيتي عيب إنه تطلع لبرة أبو عمير يعني اللي قاله صحيح إنك اتهامت حرمتك بالسرقة وطلبت بالعصائي أشهد لا إلهي لله على هاللسان تبعو شفت شوف ضايحي السلام عليكم الله معك مع السلامة أهلا وسهلا يا سيدي أهلا وسهلا فيكم شرفتوا سيدي نور المخفى والله يا سيدي لا أبقلكم على المكان والله ما يبقى لأحد أغيركم يا سيدي اسمعوا لي شو اسمع بنتي سميع سيدي لا يلفزلك دمزيح الشيخ ما أبحبه أنا أبحب الجد ما أبحب الكول أكيد بس والله يا سيدي عبحكي من قلبي خلاصنا خلاصنا جميل الساتب السجن نعم سيدي هو تحت بالسجن اسمع لي منيح مور سيدي إذا بك ترتاح ماء بالشغل وما يجعك رأسك أو بتتصرح من خدمتك أعوذ بالله يا سيدي بعيد الشر ليش حتى أتصرح من خدمتي يعني أنا أم ذكرك لأنه بتليفون واحد مني لجناب الكومندان بسرحك من خدمتك أو بنقلك يا أمع الجنوب يا أمع الشمال بشير فندي الله يطول عمرك أنا من إيدك هاي لإيدك هاي أنا اللي بدك يعني تحت تحت أمرك ما بدي ينتقل معناته إنسانك بتضب اللي رشاوي من هون ومن هون بتساعد الناس من أرى ظهري ما بدي إياها ولا بدي إسمع فيها أعوذ بالله رشاوي شو سيدي أنا بحياتي ما أخد برغوط واحد من حدا أو ساعد حدا أنا ما بشغل غير هيك سميح ولا مور سيدي خلصت حكي ولا لسا أنا خلصت عفا تفضل حضر تكمل هالحكي اللي بتسمعه هون ما بدي إدرا في مخلوق هاي أسرار عند فهم أسرار أي طبعا هاي أسرار وما ضيار تعطي وش لحدا لا من حارض الأصاب ولا من غيرها رحمة شفاءة ما بدي إياها بدي الناس ترجف من لك أصاب فهمان حاضر سيدي رواجب لي جميل مستجرون أمراك سيدي أمراك سيدي أمراك سيدي أمراك سيدي أمراك سيدي Bour Teen بعد ذلك كان儿 لسا أنتهيتو كبير الحارة أنا لألا ما أعمل شي ولا أتى بأي حركة لا أنا لازم شوفه وشوف شو صار ماهو بصت رشدة لازم أعرف غريب مين هو لازم لازم إشان ينستر هرضي بشير أفندي حدا تقيل كتير بالسرايا وإيده واصلي وكلمته ما بتصير اتنين وبيني وبينها هو اللي كان ساند أبوه غازي أفندي الله يرحمه بزمناته ايوه وقلتك رح يكون أحسن من أبوه ويكون قلبه على الحارة تبعناه بك بشير أفندي ما بيحب الزايحة وبيمشي على طول دغري دغري سيدي الياحة واجبه يعيونه كله عن مقتصر ببا بكرة بتشوفوا شلون بشير أفندي رح يمسيك الحارة ويمشي على الصراط المستقيم فهمانه لا مرزوق ايه ان شاء الله لك درغاء كانوا هذا مرزوق مو عاجبه أن بشير أفندي يستلم كاركون الحارة لا سيدي لا على كيفه ولا على كيف غيره بدهم يرضوا ورجلهم فورا بدهم كمان واللي مو عاجبه يمطح راسه بشي حيط محيطان الحارة شخص وأ matériذى بشير ويرجلة бسكة ماى اللا رجلةぉ مرزوق بتكون عندك ولا درغام نعم اللهم عم ولاة كمان انا اذا ناعم يحترم هدا ابنه ايه ولله يا درغام لإنه مرزوق لسانه بدهه اعظ ايه وانا راحقصم لياه وبلعو ياه كمان من وين جبت الفرد؟ قلت لك شتريتو يا بشير هاي؟ بشير حاف؟ أنا هون ماني صاحبك أنا هون رئيس المغفر أنا ما بتعرف جهراء وغصبنا عناك بتقول بشير تفندي قبل لدي كفرد هاقاك هاقق بشير كفندي انت عيني الآن احكي مني اشتريتك الفرد؟ اشتريتو من واحد بيعتين اجعلاً حارة مرة واحدة من بعدا ما رجع هاي؟ صديني هيك لا صدعتاك بس هذا اللي صار بشيرة فندي طيب لح أعمل حالي ستبعتك مين كنت ناويت بتول بقتيل أعوز بالله مش فتا رجيم أنا ما بدي قتل حدا بيش بتبتقناني انا كشرت الفرج مش عتفرج عليه شكلك ما عم تتذكر مو مشكلة مو مشكلة سميح مور سيدي يا بشيرة فندي سديني أنا الزلمي أنا أبعرفه ولا بحياتي شفته غير مرة واحدة بس سميح خودها الكلب لعنده فيه خليه يتوصالي فيه ما عم يتذكر برك الفلقة المرتبة هيك وتخليه يتذكر وتساعده هيك يعرف من هي نشتغل فرد أمرك سيدي يا بشير أفدي الزلم يقشع الحارم عتاز مصاري مش هان هيك أنا شريت منه الفرد اللي أعمل وشي ولا شي ولا سميح مور سيدي يا إسمع صوت الله هونا مور حفا Nacional شود اسمه صوت الله مور معرضات، للأثان Rogue شير منكم شير منكم شير منم شير منم شير منبه شير من الباب ست مHey خ letzten شير من شير من اشتركوا في القناة 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 سفندي، ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، معادي مركزك شكرا، شكرا، الفضل، الفضل يا الله، يا الله مهلا، 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 بالمهلي طب مني، حققت مع جميع حققت معه، لنسا ما اعترف بنشترى الفرد حلو، معناها بلاش الجد طبعا بلاش الجد، أنا ما عندي مسحب نوب وأكبر رأس بد يرفع رأس ومديكسر له إياه هذا الشيء اللي أنا بدي إياه، حيك يعرف منيح شو بده، مو متل الوالد يعني الله يرحم رحمة الله عليك، كان طيب وقلبه كبير وطيبة قلبه، ربحته غدر الله يرحمه بس إلا ما عرف رالقاتل ودي علق له مشنقته يومين بالحارة خلي عبرة لكل الناس لك إيه 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 بس 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 مرضي لا يجي على البوايكين لا خلي يجي، بوايكية من دونه موحلوة شلون درسك يا بي؟ الحمد لله يا بحفظة جزء عمك كمان لا، معناتها بده حريسة باللوز وكعكي ومنظمينة لك أحلى منظمينة لأحلى عامر روح مع عمك كداس بشير لك ياول يلا أمرك معلي حملني حتى أفك كمام؟ شكري طبقتي شوي يا علونا فوق يا رطر موشي يا رب يا رب دير ملك عليها بعيوني معليم لا أتوصي حريس هلا معناتك شو الولد ها؟ يا سيدي هريت له رجلي هري ايه رفعته فلا يمكن عن ميت زلمي ولا كان يقره ولا كان يعتريف ولسا توماسي كراسو انه هو اشترى الفرد من واحد غريب عن الحارة ايه مو مشكلة مو مشكلة معه معه بيعتريف يعني فلقتين ثلاثة من تحت ايديك وفيه إلا ما يقر سمع شو بتقول لك ولا فضل سيدي فضل بتاخد كم عنصر وتروع على الحارة بتجيب حارس الحارة والدومر يا أبو سعيد والصبر يا ابن أبو جميل فورا تأمرك سيدي أمرك يا شو ما في حمدي لا شغل ولا عملي إلا أشحط عالم يا الله الله يعطيك العافية الله يعافيك يعني عفوا بشير أفاندي شو بدك بالدوماري وحارس الحارة وصبري الحارس أول واحد شاف الوالد ووفاة على الحارة والدوماري شافه مقتول أما صبري فكان بالحارة قبل ما ينقتل الوالد بشوي لا على هذا الحكي مو بعيد ابنه بكون هو عمله لسه ما شفت شيء والله الحق مع الكل مع المختار أبو عامر مع الحارة كله واحد واحد ياه هذا هو الشغل يا بشير أفاندي هذا هو الشغل بس أنا اللي قارقني شخص واحد بس شخص واحد مين هو بشير أفاندي أبو الصلح لازم أعرف وين هو وين بينام وين بيتخبى أنا أنا بوصلك له عن جد طبعا عن جد أنا مثلك ما بحب المسح بنوك كله جد عندي أنا بوصلك لأبو الصلح وبطريقتي طيب قللي كيف لا ياهو أنت رئيس الكراكوم يعني عفوا منك ما بيأمنوا لك أنا بيأمنوا لي مو بالشي يعني بس أنا من من وفيهم مهلني يومين بس والله بتكون خدمتني خدمة العمر خدمة ما لحنسلك ياها أبدا ولو يا بشير أفاندي شو هل حكي ياهو أنا شو بدي غير خدمة هالبلد والناس وأهل حارتي وخدمتك وخدمتك ما الله خليلنا إياك خير يا سيد وفي شو في شرف معي لو عندك يعني شرف معاك لو عندك شرف معي يعني أخدك سيران أنا شرف معي على الكراكوم وليش داك تاخدني على الكراكوم شو عامل ما عشي بعرفني شو عامل ما عشي بعرفني شو عامل رئيس الكراكوم بشير أفاندي قال يروح شحطه أنا بروح بشحطه ايه ومعلمك ما قالك شو بتده مني لا لا تلعيلي قلبي تحرك وخطر ايد عددشير بمشي لحالي يالله حروم ايه بمشي لحالي يالله عيقل علي دخيلك يا عام الحي خير شو فيه يا عامل عناصر الكراكوم أخده أخي صبري ايه ولي علامت يا عناصر الكراكوم ليش شو عامل قال بشير أفاندي طارده بشير أفاندي ولي علامتك يا عامل جميل يا ربي دخيلك ولي وعمي وين وليش محكي مع العناصر يمكن عنده شي شغلة برات الحارة ومسكر دكانته يا عالله كتبوا واحد صرت باثنين يا عربي دخيلك شو بدي يتحمل لا تحمل يا عربي تلطب فيه يا عربي دخيلك شو عمي الثير فينا يا عربي يا عربي قولي على قامت عليك يا أخي لبدء جهوب كل معا من الدخل شكرا جهة وكثيراди داخلنا يتحصل معاً يتحصل معاً أعتقدها الداخل سنك في اليوم يتحصل معاً يالا نفتها لا تفقد giggles يالا جوا أنا لعد تفشين يفوتها يالا نفتها يالا نفتها التخالص هم السيب دفع ماذا جاءت له؟ وإنت اللي قالوا ما شو عاملين فيك؟ شوفت عينك ؟ الله يوفون ليش يقدار منك لك أخي؟ بدون يعرفون thinنشتريت الفرد طيب ما تقوله ان تريح هالك؟ أعوذ بالله الزلمي حلتني مئة يمين ما أقول اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله بعينك الله يا جميل بعينك الله الله يجبر بخاطرك يا أمي أبسعيد أنت شو جابك له قال شو أبي حقيق معي بموت أبو لك إي الله يلحق فيه وإيده كعكي إي الله يلحق الحبل بالدلو ودي صوتك لأ أخي ما رح ودي صوتي ما أنا خايف بل ما سيتك صار فيني صري عليم الله ماني لأيان ضربة وحدة من هيل عصايا لك شو هاك شبال أطرغام عيب عليك استحار رجال كبير يحكي اللي عم تقوله عمي على رأسي انت ورجال كبير يعني مو شايفش لن أخوك شصار فيه أميت عين أم تبكي ولا عين أمي تبكي قال شبال أهان إي صبري إي اللي أبوك وإمك وإختك كيفون والله يا أخي إمك الله يعينا دماتا ما عم تنشف من على خدة وإختك متلم منها أمرت كيفون ميحا شو هاكي صبري أخدوه على الكراكوم شايف ليه قلب دي حقق ما وحضرت جنابه بشو بمقتل أبو الله يرحمه وطلبوا درغام حارس الحارة وأبو سعيد الدومري شايف يعني هو متهم واحد من اتنين يكون قاتل أبو والله يا كبير أنا عم أقول أنه اللي قتل غازي أفندي هو ذاته اللي قتل نايف وهو ذاته اللي أوص على صخر لأنه بده ينتئم من أهل الحارة كله ينتئم من أهل الحارة؟ ومين هو؟ والله أنتو أدرا يا عمي براتب بس ما في غير هيك ومين هذا اللي يقول له مصلحة أنه يخرب الحارة؟ مين هذا اللي حامل على الحارة وعلى أهله؟ بس فاهموني إذا ما خيب لي ظنني ما في خير مظهر بس المشكلة أنه ما عم نشوفه بالحارة بس هو الوحيد اللي نام على الحارة وأهله من لما نشنق أبوه؟ خير أبو عمير؟ بشو شاريت؟ ولا شي مختار قوم أخي قوم لازم نروح لعن بشير أفندي لحتى نعرف شو وضع جميل وبالمرأة منعرف شو ناوي على صبري الله لا يوافقك يا بشير إن شاء الله بتلحق أبوك يا حق شو بده فينا بشير هاد؟ ما بيكف اللي عمل وفينا أبوه؟ لسه جاينا هو كمان إلهي حرمك من أولادك يا سعاد نظل ما حرمتيني من أولادي لك صحيب؟ أبوك اللي هلأ ما بين وينه؟ يامو بكون عنده شي مشوار برات الحارة يمكن راح يشوف شي مريض هلأ وقته هو الثاني هلأ وقته يوه يامو يعني أبي شعرف وشو راح يصير معنا؟ طولي بالك هلأ بيرشع لسه بتقلي طولي بالك أنا رايحة ألبس ملايتي يامو لشتا وين رايحة؟ يامو رايحة لعند هالكرنيبة سعاد تلاقي حلأ ابن بشير وتوقف عند حده أبي ما بيرضى تروحي لعند سعاد ما بيهون علي وليه؟ انتي بدك تعلميني الأصول؟ مرت عمي خديني معيك الله يوفيك ايه روحي لبسي ملايتي وخلي ابنك على النجاح لبين ما نرجع تكي بكون جاهزة أنا بورشيكي يا سعاد يعني إذا أبنك استلم الكراكون بتزلوا الناس؟ لا ما حزرتي ما حزرتي انتي وليا جريتكن غالي علي كتير يا كبارية الحارة بس القانون لازم ياخد مجرى نحن ما قلنا غير هيك بشير الفندي بس بل منقودية يعني جميل عندك بالحبس كمان أخو والله تيدي شو قصدك أبو عامر يعني أنا متحطط على اتنين وحاططوا بسجن هيك مزاجي يعني والله ما بعرف يا بشير الفندي بس هدول ولا تحارتك شو رأيك نشي تقعد محلي وتعلمني كيف يشتريل أبو عامر هذا تحقيق يعني ما في أخ وابن عم وابن حارتي والتحقيق لازم يتكمل وجميل السماع ترى اتنين اشترى الفندي بس يعترف منطلعوا بشير الفندي هلأ معقولة أبو سعيد الدومري يكون قتل أبوك الله يرحمه أبو سعيد الدومري ودرغام الصداني بس يقلص التحقيق لحيطلعوا هلأ مشان صبري شو صبري أول واحد متهم بيعت الوالدي وليش متهم بقى شو مختار شو نسيت إنو هدد الوالد شو نسيت إنو انت تشفعت له لأ ما نسيت بس يعني هو حكي هيك على طلوع خلق بس إنو ما بيصود يعني يقتل أبوك الله يرحمه ها ما بيصود لش أنت كنت معلي اللي قتل أبي ها لا لا ما قلت مع حدرا بشير الفندي الله يرضى عليك هذا الحكي ما بيصير ابنه زلما عم بيقلك حكي هالشي من طلعان خلقه إذا هيك معناتها مص الحرة لازم تكون محبوسة عندها عملوا معروف اشربوا قابدكن والله معكم هذا شغلي ولا أدرا فيه بشير الفندي هذا آخر كلام عندها ايه آخر كلام لاني عنده اعتراض هاي السراية اشتكوا علي قد ما بدكم ايه شو عادي شرف مختار الحق رح يباني يا بشير الفندي وكل شي بحسابه شو أصدقك يا ابو عمير الفهمة مثل ما فهمت بشير الفندي بس لمعلومك الشباب ما حيضلوا عندك السجن تتعطف عليهم حتى لو اضطرني الامر اني اتصل بأعلى من اللي عم تاخد اوامرك منه ايك لك شرف مختار يا حماياتك يا راسي الفندي ايه شو علي لسه ما شفتوا شي ولا لا يكسر لكم رأسكم والله لك انا بشير انا بورشيكم سبيع يا سبيع يا سبيع يا راحي سيدي شوفوا يا عمي ما بدي ولا احدة من حاضل اصلا بفوت لعندي نبه على الكل ما بفوت لعندي غير مظهر بيك بس فهمار؟ دومار سيدي انتني وفي قولها انتني سيدي اسمعوا لا وفي ابتنقر ابو سعيد الدومان يفلقه وبتطلعوا لعندي يلا يا امرأ كسير يا امرأ شو عامل او سعيد؟ يا الله شو علي يا ابو عامل راح شوف شو راح يطلع بايدك وشو بدك يعني يا ام جميل الله يخليك يا سعاد خانو بيهون عليك يولادي ينحبسوا بالكاركون بزنب ما دخلون فيه وشو بتقصدي يا ام جميل ابني عم يتعد عليكم مرت عمي ماهت اصلا بس جوزي صلو كم يوم محبوس واليوم سلفي لحقه ابني بشير رئيس الكاركون وبيهم اللي بدو اياه ولا تنسي انتو اياها انا جوزي اللي انقتل ولا تنسوا مامان ابني اللي قتلتوه شو اصدك بهالحكي حميدة خانو نحنا لا قتلنا ابنك ولا عمك هذا الحكي مردود عليكم انتو عم تزلمون ازلم عاجت اتنا توطيم جميل ولا تنسي دك دايس بساطي بس انتو عم تتبلونا يا سعاد انا عم بتلاكن بتقتلوا لا تيلو وبتمشوا بجناستو لا تنسي يا ام جميل انو جوزي قتل من ابني وحرمني منو ولا ابنك ولا ياتن جوزي حرام عليكي شو اتهمه هي يا سعاد الله وكيلك ابني كان بوته وما طلع من البيت معلوم ميمدي يشهد مع العروز غير امه قلتلك سعاد ولادي بدون يطلعوا من الكراكون يعني بدون يطلعوا روحوا لعمدن ع الكراكون ولا قليك روحي ع السرايا حبيبتي روحي تباك مكيلون شوي باركن يطلعوا لك ولادك من السجن ما فشرتي يا بنت الام ميمي مؤم جميل اللي بتبكي للناس الغربة ولادي بدون يطلعوا من الكراكون خاص من عنك وعن ابنك وانا ام جميل بنت الزعيم وبوارجيكم ولكن اللي هي انتوا اياها ايدك ما تعطي انا مناص لنا الشرشيح نحنا شرشيح يا مأنتني يلي مالك اصل يا عديمت الشرف وليه؟ انا عديمت الشرف والاصل دب بلسانك ام جميل احسلك ها خرسي حبيبتي احسن ما امزح الارض فيك يا بنت اجير القهوة لك انت اللي هي انت خرسي وليه؟ قديم يشرفك وبيشرف كل عائلتك فهم عناك؟ وليه؟ خرسي انتوا اياها وانا قلوا عن باتي يلا الست ام جميل تركوا الى المخلوقة باها عم تتهجموا عليها وببيتها كمان ايه والله عيه؟ خرسي وليه عزمي يا خانم؟ احسن ما افتح ده فاترك الوسخة يا مرت ابو مزهر ايه لي عم تقليلي هاد الحكيم؟ ولكن اللي هو من باتي انت شو؟ انت شو؟ انت شو؟ والله لا خليك تندمي يا سعاد روحي ايدكم اه تعطي درمي سد ما يرد عمى؟ شو هات؟ لا حول ولا قوة الا بالله هيك لكان يا ام جميل بسيطة انا بعرف شغلي معك ما بكون عزميه اذا ما بهدلتك قدام كل نسوان لحارة وخليت سمعتك وسمعت ولادك بين الصرامي وشو بده هذا بشير فاندي يا مختار؟ قللي شو بده؟ شوف بالظاهر او خلينا نقول متل ما انا شايف انه اخلاقه واطباعه اتغيرت من وقت ما استلم رئيس مغفر ايه سيدي تتغير على حاله وعلى اهل بيته وعالناس والخلق اشو فكر حاله لو قلي يعني؟ انا شايف هذا بشير فاندي وينه يجيبه عالبر ولا مصلي عالنبي وبده يجعلنا رأسنا كتير مو علا كيفه يا ابو راتين اذا نفكر السراية وراد يكون غلطان لا السراية ولا الفرنساوي حينفعوه ابو عامر بدنا نهدي حالنا ونطول بالنا ولا تنسوا بانه الرجال الساعته حسدان على ابوه اللي ما صلوا كم يوم ميت والله كلياتنا زلنا عليه انا من ناحيتي زلت عليه من كل قلبي يعني شو ما صار بيناتنا؟ بيضل ابن حارتنا وما بيهون علينا فيه سيدي الله يرحمه طيب هذا الكلام اللي بنسمع يا عبد جميل بشير لساعته ولاد وعاله صغير خلينا نستنى عليه شوية لنشوف شو بدي اطلع معه بالتحقيق اللي عامله مع صبري يا مختار بقيمت ابني صبري بيضلع عرب السجل بس طولت شوية رح نطالعه الادخال اي سيدي متل ما بتقمروه متل ما بتقمر يا مختار رح طول بالي عليه لنشوف اخر تمعوه خب جميل شو اخبار الجماعة انو جماعة ابو الخضر ورجاله ايه الحمدل اموره مخير بس يعني في كم واحد منهم صوابوا وجراحون شوي بسيطة هاي رجال اللهم حي البطن اللي حملوه هاللي حاطين دمهم وروحهم على كفهم مو متل غيرهم شاطية مرجلوا على ولاد حارتهم ابو راتب حب هالأرض جواتنا مو من هلا من لما خلقنا كل اهل الحارة مستعدين يقدموا دمهم لحتى يطلع الغريب من هالبلاد فوت فوت خلصني فوت احترامي سيدي احترامناك شو؟ ذكرتشي؟ سيدي الله وكيلة ما شفت حدا الله وكيلة لك ما شفت غير هذا صبري ايش هوقه في الدامي ما بعرف ليش هوقه في الدامي بعدين حمل حاله وراح والله ما بعرف نوعه الراح سيدي والله ما شفت حد وله وشي وروح لو الشي يعني سيدي انا في الفينير وحاج ما فيك تروحة انه بزانت ذكرتش بتجي لعندي واخر بالله لكا سيدي لكا لكا كدت 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 كبت احترامي سايدي أعطيني وفي أولا هي وفي جيب لي درغا يا أمي عم بحكي لك اللي صال أم جميل أم جميل هيك قالت لي أي والله تخيل يا أمي عم تعيرني بأبوك قال الله يرحمه قال شو ما بدأ تفتح الدفاتر الوسخة قدام الناس عم تعيرك بأبي إذا ما بورجيها هي وجوزها وولادها وما بخليها تبكي دم بدال الدمع عليهم ما بكون أنا مظهر ابن أب مظهر كبير حارة لوين رايح أمي عمدي لازمة أمي الله يقويك على كل أهل الحارة تقبر قلبي أمي صحي أمي صحي أمي لتنين صاروا بالكريكون إيه صاروا بالكريكون وبعدين عالمشنقة شو بوق بي حتى أم جميل عم تعيرك فيه أنتي ما بتعرفي شو أساس القصة هاي أم جميل وحدة مكيودة وحقودة بتغار مني ومن أخوكي مظهر هيك مستواها ليش أمي من شو بدأ تغار فعلا أنك أنت وحدة حوبة صار لي ساعة عم إحكي وإلعي قلبي وما كنت تفهمي علي أبوكي أشرف من أبوها لهيلي الشرنة يلي مستواها بالأراضي فهمتيا ولا فهمك ياها بطريقة تانية لعمة خلص خلص فهمت ما في داعة عصبي عم بسأل بس إيه لبقى تسأليك أسأل يا مالة طعمة أمي طلعي شو في دروسك أمي روحي منوشي طالعة طالعة أصلاً الوحدة لازم تضل خرساني بحي البيت أحسن وبننايس كلمة بسيطة يا أم جميل أنا بورجيكي مو عزمي يلي تتبهدها بين النسوان وإنتي يلي فتحتي النار على حالك وعلى بيتك بعت لهم عليك يا صبي بعت لهم عليك يا رب يا رب تحمي وتكون معه يا رب اسمعون يا درغان إذا جاي تخبرين أنك شفت صبري وقف عندها مساعدة دومري وبعدين ما بتعرف لوين راح بعتمكها لا سيدي باري باري هذا أكيد أكيد راح متخباله لأبوك الله يرحمه عشان يصطادوا على غفله وبعدين راح ناتفوا ياها الله يرحم طرابه ما في غيريك سيدي هلأ هو بين إيديك يعني فالأمر التبه بقره بيحكي كل شي يلا نقلع لشغلك وفتع عينك منيح فهمان تؤمر أمر سيدي الله يقويك على كل واحدة بالحرام بالحارة درغان حاضر سيدي أبو الصلح بتعرف ولا ما بتعرفه بعرفه أسر بيجي على الحارة فورا بتخبرني يلا أمرك سيدي نلعي يلا يا أخي وشو العمل هلأ شو العمل يعني ليأكل أثندي حق أبام سعيده مع درغان وطالعه شكلا بغي حضير علينا يا أخي هاد بشير مولى ويجيب عخير هي المرة هو من غير شي ما كان طاياك ليش أنا شو عملت له أخي أنت دائما كنت تكشر بوش أخو مطي وأكيد مطي راح قال له شو عمل له أخي أنا هيك لاطقته لاطقته أخو وله ضمط العيلة كله أساسا هلا المهم ابنا من هاي السيرة يا ترى أبوكو كبارية الحارة راح يحسنوا يعملوا شي من شانا لكن شو أخي فكر حاله بشير بدي مشي الحارة كله على كيفه هو عم يعمل هيك هلا لأنه بساته جديد هلا يسمع منك معني شايف غير هيك هاد الزلع من يومه منكدي وراسه يابيس على حاله أخي على حاله مولينا يا أب جميل يا أبوكو كبارية الحارة يا أبوكو كبارية الحارة يا أبوكو كبارية الحارة لك شون بتروحي لعندهم شون بتروحي لعند مرتنة ماذي راح تورجيها مين هي ومين نحنا إذا ابنا استلم رئيسك لكون ومو معناتها تزلنا بعيدي عن سنانة حبيبي لك الله لا يعطيك العافية لأنتي ولا فتحية بلك شون بتروحي لعندهم بدون ما تاخدي إذني ومشورتي والله يا عمي نحنا استنيناك وأنتي ما إجيت ورحنا لعندك عالدكان لقيناها نسكرة وليش ما دورتوا عليها بالحوائر؟ لك يا منظومي نحنا عم نحاول نلاقي طريقة نقنع فيها بشيرة فندي يطالع لبادك من الكاراكوم بتقومي بتروحي لعند أمه وبتبهديها ببيتها ليش قليل هنا شو عم يتجنوا علينا؟ لك حاكمك ظالمك شو رأيك هلا يعني بشيرة فندي رح يسمع كلامك ويطالع ولادك من الكاراكوم اي والله لا يخليهم أنواعين بالسجل حتى الله يفرجها من فوق عطرك يا شام حبي عطر هدني عالي المهام فيك ما رح يتغلي عطرك يا شام حبي عطر هدني عالي المهام فيك ما رح يتغلي